ياسين لفت نظري كلامك عن أن هذه الحرب هي ليست حرب ضد فصيل بعينه هي حرب لتقويض الدولة اليمنية أوليس هذا بالضبط ما قصد فعله ودكتور عصام أشار إلى ذلك وديفيد هيرست كتب في حينها مقالة أدت مقالات حول هذا الموضوع حينما تحالفت السعودية والإمارات مع علي عبدالله صالح ومع الحوثيين للانقضاض على ثورة الشعب اليمني أيا كانت التكلفة الشيء الذي أحار أنا له ويحار مثلي كثير من الناس بسببه هو أن المستهدف الأساسي هي ثورة الشعب اليمني بالتأكيد ما في خلاف لكن جوهر هذه الثورة من وجهة نظر المعادين للثورة كان الإصلاح أو من يعتبرونهم ينتسبون إلى جماعة الإخوان المسلمين بغض النظر عن أنه صار فيما بعد انسلاخ أو من صارش انسلاخ إلى آخره ثم بعد ذلك يتشكل تحالف تقوده المملكة العربية السعودية والإصلاح الذي استهدفته السعودية والإمارات ابتداءا يصبح جزءا من هذا التحالف والآن فيما نرى سواء صح ما ورد في مقال فرناندو ولا ما صحش أو صح جزء منه الإصلاح يستهدف من قبل التحالف من قبل الجنوب من قبل التحالف من قبل الجنوبيين بش الجنوب يعني من قبل الفصال ومن قبل التحالف ومن قبل الحوثيين يعني هو ضحية لكن في نفس الوقت كأنه في نوع من غياب الرؤية في فترة من الفترات أمن نوع نحن مش فهمين القضية يعني ربما نحن غاب عنا شيء في هذا الحدث خاصة أن لما بطول الصراع تبدأ الجزئيات تتضخم فتحجب الرؤية عن الكليات إشارة الأستاذ فؤادة للمشروع الوطني أنا أعتقد أنها يعني تحدد بوصلت ما يحدث اليوم على الساحة اليمنية هو دائما كان من مصلحة كل الأطراف التي إما أرادت أن تفشل ثورة الربيع العربي أو تحصل على أكبر قدر من المكاسب السياسية منها هو إظهار أنها مرتبطة بجماعة الأخوان المسلميين وبجماعة الإصلاح إلى آخره تحولت الساحات بالنسبة للمتدخلين الإقليمين إلى بازار بازار كبير ونجحوا بالفعل في استقطاب شخصيات من داخل الساحات وبدأت المهمة تقوم على فكرة أن النتيجة السياسية لهذه الثورة ستنصرف تلقائيا لصالح تجمع اليمن الإصلاح وهذا الأمر فيه كثير من المبالغة لأنه في النهاية الدولة عمليا دولة علي عبدالله صالح لم تسقط هي في النهاية كانت تغيير في اليمن حصيلة بغض ثوري وتسوية سياسية تسوية سياسية لمنت علي علي عبدالله صالح أن يبقى في هرم السلطة من خلال عبدالربو منصر هادي الرئيس ومن خلال البرلمان رئاسة البرلمان رئاسة مجلس الشورى رئاسة السلطة القضائية الأجهزة الأمنية تقريبا كل مفاعل الدولة اليمنية بقيت كما هي عليه لكن هناك خلفية ينبغي أن نشير إليها في 2006 عندما دارت أول انتخابات فيها نوع من التنافس عندما قرر اللقاء المشترك عندما كان لا يزال كتلة معارضة متماسكة إلى حد دماء ترشيح شخص واحد هو فيصل بن شملان الإمارات والسعودية قيل أنها قدمت لعبدالله صالح 500 مليون دولار فالتدخل السعودي الإماراتي لإجهار الديمقراطية أو لتحويل مسار الديمقراطية باتجاه السلطة ديكتاتورية يهيمن عليها على عبدالله صالح مبكر في الحقيقة يعني ليس من اللي طبعا هم يكرهون الديمقراطية وإن في أي تحول ديمقراطي بدهم يخنقوا أيوه هم يكرهون الديمقراطية لهذا أنا في تقديري أنه عدة مستويات التحالف تدخل في الأزن اليمنية أولا هو أنه دخل كوسيط والوساطة لهدفنا تصوية حساب مع علي عبدالله صالح نفسه هذه نقطة أيضا ينبغي الانتباه إليها لأنه علي عبدالله صالح كان قد خرج من حسابة المملكة العربية السعودية كشخص يمكن الاعتماد عليه المملكة العربية السعودية يبدو أنها قررت استغلال هذه الفرصة لهدم الدولة اليمنية وإعادة تسويتها بالأرض وتجزيئتها وتفكيكها كان علي عبدالله صالح الضحية الأولى عملية الضغط عليه من أجل الاستقالة كان جهدا سعوديا يعني غير وعلي عبدالله صالح كان لديه إيمان كبير بأن الذي تقف معهم السعودية ينجح هذا واحد التدخل الثاني هو أنهم استدعوا الحوثيين إلى صنع وأنا شاهد على هذا في 2013 سبتمبر 2012 أجرى الاستفير السعودي أول لقاء مع المكتب السياسي مع المجلس السياسي للحوثيين في تلك اللحظة عقدة الصفقة تماما بعدين بدأت بدأ التعاملين المملكة العربية السعودية في صنع بدأوا هجوم شامل على الإخوان المسلمين وبدأوا يسوقوا فكرة إمكانية التوافق مع الحوثيين والتصالح مع الحوثيين ونجرب الحوثيين وليست هناك مشكلة مع الحوثيين مشكلتنا مع الحوثيين رغم العداوة التاريخية رغم العداوة التاريخية تشكل الحلف المؤتمر الحوثي برعاية المملكة العربية السعودية وصل الحوثيين إلى صنع إيران دخلت على الخط دخلت تدخل العسكري من أجل تحطيم الإمكانية العسكرية للتحالف الجديد الذي أطاح بالدولة اليمنية والسلطة الانتقالية ثم تطورت المسألة فيما بعد بقي الحوثين على ما هم عليه ثم بقي التحالف وفق أجندة متفق عليها وخارطة طريق يعني متفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية واللاعبين الغربي بريطانيا فرنسا إلى آخره تمضي باتجاه تسوية الأرضية اليمنية على أساس في نهاية المطاف يبقى الحوثين على ما هم عليه وبقاء الحوثين يعطي فرصة للتحالف لكي يهندس المشهد في الجنوب على وجه التحديد في النهاية ما هم متفق عليها مع الولايات المتحدة هو مجلس مجلس رئاسي يؤسس لسلطة هشة يتم التحكم بها بشكل كامل من جانب التحالف هناك معلومة تقول مثلا أن أحد الذين يشغلون اليوم عضوية المجلس القيادة الرئاسي بشر بأنه سيكون عضوًا قبل ثلاث سنوات من جانب الأمريكيين هذا فقط على سبيل المثال أنا دعوني أخرج من كما يقال من الصندوق أخرج من الإقليم في بداية الألفين يا أستاذ عندما تشكل اللقاء المشترك برزت ظاهرة جديدة في اليمن كبداية ثم ظهرت في الوطن العربي أو في بعض الدول أن هذه القوى المتناحرة المتصارعة التيار الإسلامي التيار القومي التيار الإساري تشكل في إطار واحد ونستطيع أن نسميه بين قوسين إطار وطني سابقة هاتو أذبر نعم بالضبط سابقة على مستوى الوطن العربي كله نعم صحيح صحيح وبالتالي بدأت تظهر أن هناك تيارات تيار وطني يتشكل برؤية وطنية بعيدة عن الهيمنة ومعروف أن هذه ثلاث المكونات تيار اليساري والقومي والإسلامي يصعب السيطرة عليه إقليميا أو أو بحكم الماضي أولا التكاك الماضي واضح التباين الماضي وبحكم أنها أحزاب كبيرة أو تيارات كبيرة والتيارات الكبيرة لا تستطيع الدول أن تهيمن عليها تهيمن على طوائف تهيمن على لأن لديها مرقعية مؤقتة لكن الأطر التيارات الحزبية السياسية هي عبارة عن هيكل ومؤسسات وبالتالي لا يمكن فبدأ يظهر تيار قديد قومي يعني قصدي وطني بمكوناته الإسلامي واليساري والغردة وبدأت أول محطة من الإثبات على ذلك احتيار رئيس واحد لهذه التيارة مرشح واحد للرئاسة وهو المهندس فيصل بن شملان رحمة الله علي بعد ذلك كان هذا محافظ في إحدى الأماكن كان وزير كان وزير نعم وكان عضو مجلس الشعب والبرلمان لأني أذكر مرة زارنا في لندن هو كان وزير النفط بعد ذلك يا أستاذ بس هنا نقطة مهمة عندما اللقاء المشترك تفق مع الرئيس علي عبد الله صالح على محددات كانت في نوفمبر 2009 اتفقوا على أنه إصلاح السجل الانتخابي وإكمال فترة واحدة للرئيس وإلغاء موضوع التوريث وتشكيل حكومة جديدة يعني نوعا ما تأسيس لمرحلة تصحيحية هنا قاء بعد الانتخابات المصرية قاء الضوء الأخضر من الخارقية الأمريكية بالتصريح أنه الانتخابات حرة ونزيهة مع ما شابها فأعطي ضوء أخضر للحكام العرب الدكتاتوريين رئيس صالح يومها أعلن نقضه أعلن نقضه للاتفاق و قال سندخل الانتخابات منفردين ثم ظهر أحد قيادات الحزب الحاكم يقول أننا سنقلع العداد ليس فقط سنصفر العداد وإنما سنقلع العداد بعد ذلك بدأت المراحل التي ذكرها ذكرها الأستاذ ياسين في أنه بدأت تتشكل ثم قال 2011 فبرزت القوى نفس الكلام في دول كثيرة لم لمت ليس الإسلاميين فقط ليس الإخوان المسلمين ولا الإصلاح في اليمن وإنما لم لمت أشتاة القوى الأخرى يعني على سبيل المثال في بعض الدول اجتمع الشامي على المغرب كما يقال الذي ما يجتمع مطلق ولهذا أنا أتصور أن صانع السياسة الاستعمارية الذي لا أحد يستطيع أن ينكر هيمنته وإنتم تلاحظون الرئيس الفرنسي ماذا يصنع في لبنان هو الحاكم بأمره يعني ما باقي إلا بس فقط طخ الملاطيم يعني السياسة اللبنانيين نفس الكلام بريطانيا في المحافظات الجنوبية وبالتالي بدأ الإعاز إلى الإقليم بتحرك بقية الخطوات في نقطة مهمة ينبغي أن تصحح ليس بين الإماميين وبين الدول المقاورة تحديد السعودية أي خصومة سابقة لا بالأكس هم كان حلفاء أيام الحرب الله ينور عليه ولهذا الآن هناك شغل دولي شغل دولي من المخابرات الأمريكية والبريطانية لإقناع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقبول الحوثي لكن السعوديين اشترطوا قطع العلاقة مع إيران فأنا أتصور أن الحوثي إذا قطع العلاقة مع إيران فسيكون حليف بس السعودية الآن علاقتها بإيران تتحسن يوما بعد يوم أوكي في إطار لي الأذرع وإنها العلاقات الدولية هاي فيش فيها ثوابت لكن بس فقط أنهي أنهي أستاذنا عادي الدكتور أنهي إلا أن إيران قد استبقت هذه الأحداث كلها فلديها جناح قوي جدا في مليشيا الحوثي يصفي التيارات التي ترفض هيمنة الاثنين عشرية الإيرانية ومشروع إيران على المذهب الزيدي في إطار الحوثي ولهذا صفي الدكتور محمد عبد الملك المتوكل وصفي زميلي النائب في البرلمان الدكتور عبد الكريم جدبان وصفي الدكتور أحمد شرف الدين كل من ربما يفتح خط في أنه يعود الإماميون إلى مشروعهم الإمامي الهاشمي بتوائم وتنسيق مع الإقليم هؤلاء الآن المخابرات الإيرانية تصفيهم لأنها تريد أن تبقى القبضة وتريد أن تبقى مليشيا الحوثي مثل الحجد الشعبي ومثل حزب الله أدات من أدواتها ومخلب من مخالبها فهنا الآن المحك نوعا ما أنا أظن أنه القضية اليمنية الآن يمكن أن ينظر إليها بل يجب أن ينظر إليها كجزء من كل هناك مشهد أوسع ومخطط أكبر اليمن جزء من هذا المشهد ربما إذا أردنا أن نقسم مراحل الوصول المراحل التي أوصلتنا إلى اليوم ربما نتحدث عن ما يمكن تسميته بالموجة الأولى وهذه التسميات وهذه المراحل المبنية على أن المعركة اليوم في الحقيقة في اليمن وخارج اليمن في الإقليم والمنطقة هي معركة مع إرادة الشعوب هناك صراع حقيقي اليوم مع إرادة الشعوب التي صحت وتريد أن تحرر نفسها وتقود نفسها إلى استقلال حقيقي سواء في اليمن أو في غير اليمن الموجة الأولى كانت ثورات الاستقلال التي أخرجت المستعمر المباشر الخارجي وسلمت الأمور بعد ذلك للأسف للمستعمر الداخلي لأنجال المستعمر لأنجالهم وتلاميذهم الموجة الثانية كانت الربيع العربي كانت ضد هؤلاء الأنجال الموجة الثالثة هي هذه الموجة التي نعيشها اليوم وهي موجات المقاومة لمشاريع الاستعمار وأنجالهم هذه الموجة الثالثة هي ليست موجة يمنية بل هي موجة عربية وموجة للشعوب الحرة بشكل عام أنا أعتقد أن هذا المسار الكلي فإذا دخلنا إلى الوضع اليمني وخصصنا نجد هذا الأمر يتجلى بشكل واضح وخطورته كما يراها من يعتقد أن لهم دور اليوم في المشهد اليمني خطورته في أن هذا البلد بلد مختلف داخل هذه البقعة من الأرض وداخل هذا الإقليم هذا البلد أقرب إلى روح الإرادة الشعبية من كل البلدان التي حوله هذا البلد الجمهورية الوحيدة في محيط ملكي وهذا البلد الديمقراطية الوحيدة رغم بدايتها في محيط استبدالي وهذا البلد هو البلد الوحيد الذي لديه حرية إعلامية مشهود لها رغم ما حصل لها من إشكالات هذا البلد بالنسبة لمن يرى هذا الصراع بهذا المسار يرى خطير جدا هذا أقرب البلدان وهذا الشعب أقرب الشعوب إلى أن يصل إلى استقلاله المراد وكاد 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 بالفعل عندما دخلنا مؤتمر الحوار الوطني وأنا عضو هذا المؤتمر دخلنا فوجدنا صراعات عجيبة جدا كلها ما قبلية هناك فئات جاءت بمشروع ما قبل 62 وهناك اللي هو ثورة 62 وهو الإماميين وغيرهم وهناك من جاء بمشروع ما قبل 63 14 أكتوبر المشروع الاستعماري وهناك من جاء بمشروع ما قبل 78 وهناك من جاء بمشروع ما قبل 90 الوحدة وهناك من جاء بمشروع ما قبل 94 وسمى تصحيح الوحدة فجاء كل بمشاريع أغلبها ما قبلية يعني وبالتالي كلهم جاء بروح ماضوية هذه الروح عادة تحمل أحقاد ولا تبني مستقبل لكن استطاع استطاع الروح روح 2011 الروح الوطنية التي غلبت في هذا المؤتمر استطاعت أن تخرج بعد هذا الصرع الحواري على الطاولة استطاعت أن تخرج برؤية ما بعدية واستطاعت أن تتحدث عن ما بعد 2013 لا ما قبل 62 وما قبل 78 هذه القصة هذه القضية كانت خطيرة لمشروع إيقاف تحرور الشعوب واستقلالها وبالتالي ما أن كاد مشروع دستور الجمهورية اليمنية الجديد يجهز وننتقل إلى مرحلة الاستفتاء الشعبي عليه حتى تم اختطافه وتم الانقلاب على كل تلك المخرجات انقلابا في الحقيقة على إرادة الشعوب التي أرادت أن تصحو هذه هي النقطة الحقيقية والتي سارت الأمور بعد ذلك في مسارها من الإسقاط السلطة الشرعية في صنعاء إلى تتبعها إلى عدن إلى إعادة هندستها هذا كله ابتداء ثم وصلت اليوم إلى إعادة هندستها بما يسمى تحويل الرئاسة إلى مجلس قيادة رئاسي هذه إعادة هندسة كلها استهدفت فكفكت هذه الإرادة التي تجسدت في 2011 وكادت أن تصل بعد مؤتمر الحوار إلى أن تكون دستوراً وقانوناً وثقافة بين الناس تصنع لهذا البلد مستقبل كبير أنا عندي إضافة على كلام الدكتور شوقي لأن الموضوع ده تحديداً كان يعني يصل برسالة الدكتوراه اللي أنا حصلت عليها من كلية الاقتصاد والعلم السياسي ما حدث في الفترة العشر سنوات الأولى بعد أحداث 11 سبتمبر كان إعادة هيكلة المنظوم اللي عليها لأستاذ فؤاد إعادة الهندسة إعادة الهندسة كانت مرتبطة بمبادرة كبيرة جداً أطلق عليها مبادرة إصلاح الشرق الأوسط ومبادرة إصلاح الشرق الأوسط أول من أطلقها كان كولين باول وزير الخارجية الأول في الولاية الأولى لجورج بش أحد مكوناتها وده يعني حصل منها النتيجة في غاية الأهمية والخطور أحد أهم الأركان اللي أمت عليها المبادرة هي تعزيز قدرات المجتمع المدني والهدف من تعزيز قدرات المجتمع المدني علم غائب مفقود عندنا كعرب علم تنظيم المجتمع علم تنظيم المجتمع تنظيم المجتمع بمعنى أن والله هذه المجتمعات العربية تمثل النظم السياسية فيها تمثل حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية ولكن رغم الشراكة ورغم التحالف فإن من استهدف الولايات المتحدة في أحداث سبتمبر 2001 كانوا من المحسوبين على أهم الحلفاء اللي هو مصر والمملكة العربية السعودية وبالتالي في هذه الحالة هذه المجتمعات تحتاج إلى حلحلة حلحلة أوضاع إعادة ترتيب أوضاع ولن يتم ترتيب هذه الأوضاع إلا بتعزيز قدرات المجتمعات المدنية فظهرت ظهر اللقاء المشترك في اليمن وظهر عندنا حركات جماعات ضغط كبيرة زي حركة 6 إبريل على سبيل المثال في مصر وأيضا في النفس التوقيت فرض على حسن مبارك أن يجري انتخابات في 2005 ولكن زي ما قالت الدكتور لا هو مش نصفر العداد احنا هنشيل العداد هنشيل العداد عملها حسن مبارك في انتخابات 2010 لا مجالة بالمطلق عندما فاز الإخوان كتلة الإخوان بكتلة تصويتية كبيرة في برلمان 2005 في 2010 جاء رئيس لجنة السياسات في الحزب لن يفوز أي معارض أي أنكات وكان هزب بمثابة القشة التي قصب الزهر البحية أنا عندي إشكالية جبيرة جدا في هذا الملف أنه عندما نتحدث معظم النظم السياسية العربية معظم النظم السياسية العربية بتحاول تصوير الأمر على أنه سنائيات سنائيات وده أحد أهم التحديات اللي بتواجهها التجربة في اليمن وبتواجهها التجربة في مصر لأن أنا برضو من الأمور المهمة أن كنت قبل الهواء بقول لأخواني ياسين أن قضيانة واحدة ليه قضيانة واحدة لأن تقريبا بيتم استنساخ نفس التجارب بنفس الأدوات بنفس الآليات ولكن بأسماء ومظلات مختلفة في نفس الحال في نفس هنا أن يتم تفريغ التجربة في مصر تفريغ غرب التحول السياسي في مصر بين سنائية العسكر والإخوان نفس الأمر يتم تفريغ التجربة في اليمن على أنها الحوثيين والإخوان المسلمين أو الإصلاح أو حزب الإصلاح أو الإصلاح وبعض الفصائل أو الطيرات الجنوبية هذه السنائية كارثية لأنه في الأخير عندما بدأت الثورة الشعبية في مصر أو عندما بدأت الثورة في مصر في 25 يناير وعندما بدأت في اليمن في 11 فبراير كانت المكونات الصلبة من خارج التنظيمات من خارج التنظيمات المكونات الصلبة التي شاركت في الميادين وملعت الميادين لم تكن من تنظيم الإخوان المسلمين في مصر ولم تكن من الإصلاح في اليمن ولكن من مكونات وطنية مختلفة وبالتالي فكرة أن تكون كل هذه الحملات الاستعدائية التي تقوم بها النظم السياسية موجهة نحو فصيل معين وأنه يشكل الخطر الأكبر على المجتمعات هذا ليس جوهر القضية جوهر القضية أن هذه النظم السياسية في المنطقة العربية ضد أي حركة تغيير سياسي ضد أي نموذج ديمقراطي يمكن أن ينشأ في أي دولة عربية دون استثناء زي ما قال في الفؤاد أنت بتتكلم على نظام شاهد انتخابات ونظام شاهد أحزاب ونظام شاهد آلة إعلامية ونظام جمهوري في بيئة ملكي كل هذه المؤشرات تدفع باتجاه استهدافه استهدافا ومنهج ليس فقط استهدافه كنظام سياسي ولكن أنا وحضراتكم أدرى مني بهذا أن اليمن كدولة مستهدفة منذ تأسيس المملكة العربية السعودية سنة 32 لأنه في الأخير لا يجب أن يكون هناك كيان أنا من وجهة نظري أنظر إليه على أنه كيان عملاق من المنظور الاستراتيجي من المنظور البشري من منظور الثروة الثروات الطبيعية فيه على الأرض اليمني واستهدافه من جانب المملكة كنظام سياسي تأسي سنة 1932 استهدافه منهج وواضح عبر عمليات ممتد هم بيعتبروه شوكة في خاصرتها حرفيا حرفيا وكل السياسات التي تتم من وجهة نظري وقد ذكرتها يعني أتذكر دكتور شوئي دكتور دكتورنا الحبيب أن في 15 مارس 2015 عندما بدأت عمليات التحالف ضد اليمن كنت على الهواء مباشرة في هذه الليلة وسألني سؤال مقدم البرنامج تلغرافات وجهها إلى ما يلي المملكة العربية السعودية أو النظام في المملكة العربية السعودية قلت نصا سيكون اليمن مستنقعا لن تخرجوا منه إلا مهزومي قال لي وجه رسالة للجيش المصري إذا تدخل في حرب اليمن قلت نصا والتسجيل موجود قلت نصا كما أعدنا جثث جنودكم في 1963 سنعيد لكم الجثث إذا تدخلتم في 2015 فأما إيه اللي هو أنت يمني ولا مصري قلت لنا دي تجارب تاريخ ولكننا لا نتعلم من تجارب التاريخ محاولة استهداف دولة بهذا الحجم وكيان بهذا الحجم بهذا الاستهداف الممنهج لتدمير إمكانياتي وقدراتي ليس فقط لن أقول مؤمره لكن خطط معلنة وسياسات ممنهجة تشارك فيها الإمارات كرأس حربة تشارك فيها النظام السعودي كرأس حربة وهدف استراتيجي برعايات دولية كبيرة أخطرها وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية لكن في نقطة مهمة حتى لا نبالغ في مسألة الجمهورية والواحة الجمهورية بطبيعة الحالة السعودية نجحت في تحويل الدولة اليمنية إلى تاريكة تاريكة متنازع عليها بين من؟ فعندما نقول أن السعودية ستغرق في المستنقع اليمنية لأنها تستهدف الدولة اليمنية أي دولة نقصد بالحقيقة الدولة متنازع عليها الآن بين الإمارات والسعودية متنازع عليها السعودية والإمارات اليوم السعودية في السابق بعد تقريبا من 63 انشاءات اللجنة الخاصة لجنة الخاصة هذه لعبت دور خطير جدا في تاريخ اليمن المعاصر هي بعد انتهاء حروب الثورة في 68 عمليا سيطرت على النظام الجمهوري في صنعه وبدأت اللجنة الخاصة تصنع قادة الجمهورية العربية اليمنية في شمال اليمن بكل متعاني كانت من معنى تصنع رؤسة سيئين للغاية سيئين عديمي الكفاءة مناطقيين وربما مذهبيين باستثنى الرئيس واحد الرئيس هذا اسمه ابراهيم الحمدي وابراهيم الحمدي كان وطنيا لكنه نشأ في كنف المملكة العربية السعودية وكان عليه علامة السفان فيما تعلق بموقف والدي وموقفه الشخصي من الجمهورية من الثورة ثورة 1962 هو ظل قدم نفسه على أنه رجل السعودية لكن عندما تسلم السلطة أو صلاته السعودية إلى نائب القائد العلى إلى نائب القائد العام للقوات المسلحة ونائب رئيس زراء ثم تولى السلطة مباشرة بعد أن تولى السلطة بدأ يظهر أجندة متصلة ربما بالتيار القومي صفته بطريقة مهينة هذا اغتيل مشاهل؟ صفته بطريقة مهينة يعني كانت تصفيته رسالة واضحة لكل الطبقة السياسية في صناعة بأنه إذا فكرتم تخرجون من تحت الأجندة أو تحت العباء السعودية سيكون مصير هذا الشخص وهو شخص محبوب جداً على المستوى الشعبي جاء بعده رئيس متواضع الإمكانيات جداً ومتحمس جداً للسعودية ومقاول من ضمن المقاولين ثم قتل وجاب أدو علي عبد الله صالح من نفس الطينة مع أنه يتمتع بذكاء شخصي إلى حد ما لكنه ذكاء سلبي وظفه لصالح بناء سلطة خاصة تحت مضلة المملكة العربية السعودية فعملياً الذي قلق المملكة العربية السعودية ليس في أن الجمهورية اليمنية نفسها من النظام الجمهوري في اليمن وإنما من لحظة التغيير الاستثنائي التي حدثت في صنعا في سياق تغير إقليمي كبير جداً يعني أوصل ربما قوة تغيير وقوة ديمقراطية وأخرج عملياً الحوامل السياسية للربع العربي وهي الجماعات الإسلامية من عباءة المملكة العربية السعودية لأنه دعونا نعترف بأن الأخوان المسلمين كانوا جزءاً من الجندة السعودية صحيح أن لهم مشروع لكن في النهاية كانوا جزء من الجندة السعودية ووفرت لهم وظيفية العام يعني تم توظيفهم هم الظروف التي ألجأتهم إلى ذلك نعم لكن في النهاية تم السيطرة عليهم فلحظة التغيير هذه أقلقت السعودية فقبت على فكرة التغيير بدأ من مصر واليوم أطمأنوا أنهم قضوا على التغيير في منبع ثورة الربيع العربي في تونس اليوم في اليمن لم يعد السعودية لم تعد تقلق المسألة للتغيير هي اليوم معنية بهندسة ما بعد هذه الحرب وكل الاحتمالات والسيناريوهات يعني أنا أعتقد أنهم محتملة ولكن يا أستاذ عن إذنك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر